السلام عليكم رح احكي عن الساد هارت استادي وهي اختصار لسيرترالين against depression and heart disease in chronic heart failure هاي الدراسة دعمتها الناشونال انستيتيوت of mental health والسيرترالين وفرته شركة فيزر وتم نشر الدراسة بسنة الالفين وعشرة مثل ما بنعرف انه فيكم موربيديتي عالية للdepression in patients with chronic heart failure. اجد فكرة هاي الدراسة من دراسات صغيرة وضحت انه كان في تحسن في اعراض الاكتئاب and equality of life. وبالاضافة انه كان في reduction in heart rate and plasma nor epinephrine for heart failure patients اه اللي كانوا بيتعالجوا بنفس الوقت بالanti depressants. وبالتالي هاي التجربة انعملت لدراسة كفاءة السيرترالين اه لعلاج الدبريشن and chronic heart failure. ومنها اوجدوا نظرية انه سيرترالين will be associated with a significant improvement in cardiovascular outcomes in patients with chronic heart failure and depression as compared with placebo. يعني توقع تحسن عالي in cardiovascular outcomes in patients with chronic heart failure. اه لمرضى الاكتئاب اللي اه رح يستخدموا السيرترالين وتم مقارنة النتائج مع اه الplacebo. المرضى اللي استثنوهم من الدراسة اه كان عندهم significant cognitive impairment, alcohol or drug dependence, psychosis, bipolar disorder, severe personality disorder, suicidal ideation, life threatening comorbidity and current use of anti-psychotic or anti-depressant medications. المرضى اللي اختاروهم كانوا عينة عشوائية كان عددهم اربعمية وتسعة وستين شخص. اه على مدار اتنعشر اسبوع كانت متوسط الاعمار اتنين وستين سنة. والاجيكشن كان اقل من خمسة واربعين بالمية. هاي العينة قسموها الى قسمين. قسم كان ماشي على البلاسيبو وكان عددهم ميتين وخمسة وثلاثين شخص. اه اما القسم الثاني كان ماشي على ستيرترالين. اه كانت الدوز 50 ميلي جرام and then تيتريتت اوب تو 200 ميلي جرام. نسبة الاشخاص اللي انسحبوا من التجربة اللي كانوا ماشيين على ستيرترالين هي اكثر من البلاسيبو. كانت نسبتهم 11 بالمية مقارنة بستة بالمية من اللي كانوا ماشيين على البلاسيبو. وكان هات بسبب الاعراض الجانبية اللي سببها ستيرترالين كانت اشهرها النوزيا والديزنس. وفي نهاية الدراسة كانت النتائج تقاس حسب الهاملتون ديبريشن رايتنج سكيل and changes in cardiovascular status from baseline. بالنسبة للهاملتون ديبريشن رايتنج سكيل كانت النتائج جدا متقاربة بين المرضى اللي كانوا ماشيين على البلاسيبو والمرضى اللي كانوا ماشيين على السيرترالين. في بداية الدراسة كان السكيل السكور اللي سجلوه المرضى 18 وبعد اه انتهاء 12 اسبوع من تلقي العلاج كانت النتائج اه تمانية. اما بالنسبة للكارديو فاسكولار status فتم تقسيمهم الى ثلاث اجروبات اه وارسند امبروفد وان تشينج اه المرضى اللي ساءت حالتهم كانوا ماشيين على السيرترالين كانت نسبتهم 29 بالمية مقارنتا ب31 بالمية كانوا ماشيين على البلاسيبو اللي تحسنت حالتهم كانت بنسبة 40 بالمية من السيرترالين مقارنة ب43 بالمية للبلاسيبو اما الانشانج تسعة وعشرين بالمية للسيرترالين مقارنة بخمسة وعشرين بالمية للبلاسيبو متل ما بنلاحظ هي نسبة جدا متقاربة. نتيجة الدراسة. The results of the sad heart trial indicate that there is no cardiovascular or psychiatric benefit derived at 12 weeks from the routine use of سيرترالين in patients with chronic heart failure and depression. بل على العكس المرضى انسحبوا من استخدام السيرترالين نتيجة side effects اللي كان يسببها. وعالlong term follow up no difference in mortality or cardiovascular outcomes. these results are similar to those of the sad heart trial showing no benefit with the use of سيرترالين over placebo in post-MI and unstable angina patients with depression. and thank you. اشتركوا في القناة